خطوة وصفت بالتصعيدية مع الحكومة المركزية فقد قرر مجلس محافظة الديوانية تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد وإعلان محافظة الديوانية إقليماً نتيجة المحرومية وسياسات الحكومة الاتحادية بحق المحافظة تشكيل لجنة من خمسة أعضاء للنظر بكل ما يتعلق بتشكيل الإقليم حتى نكون هناك باستعداد كامل لموضوع تشكيل الإقليم الديوانية أصبحت من المدن المعزولة عن المركز وعن الاتحاد وتاز الحكومة المحلية أسباب هذه الخطوة إلى سياسات الحكومة الاتحادية في التجاهل لمطالب المحافظة والتراجع الخطير للبنى التحتية والخدمات وانهيار قطاعي الزراعة والصناعة التي تسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت أمام خيارات صعبة في ظل التظاهرات المستمرة المطالبة بالإصلاح والخدمات اليوم المدينة تعاني من عزل اقتصادية تعاني من محرومية اقتصادية نسبة البطالة فيها كبير جدا نسبة الفقر فيها كبيرة جدا وبالتالي كل هذه الأسباب دفعت مجلس المحافظة لتفكير جديا بالتهية لإعلان محافظة ديوانية أقليم ما يعني أن هذه المحافظة تقصى تماما من كل المشاريع الاقتصادية المشاريع الصناعية المشاريع الخدمية الأخرى اليوم نحن لابعنا تحتية ما موجودة بالمحافظة المواطن الديواني جاء ينظر بتقصير الحكومة المحلية ويرى خبراء القانون أن الدستور منح الحق لكل محافظة أو أكثر إنشاء الأقاليم لكن ذلك محكم بشروط لا يمكن تجاهلها وهي أن يخضع لموافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر ناخبي المحافظة نص الدستور صراحة أن تكون لكل محافظة أو أكثر حق طلب إنشاء الأقليم بس بشرطين الأول توفر أحد الشرطين الأول أن يكون ثلث أعضاء مجلس المحافظة مجمعين موافقين على إنشاء الأقليم وأما عشر ناخبين المحافظة هذا الجام القانوني وتعاني الديوانية منذ عام 2003 إلى اليوم من انهيار البنى التحتية وكساد اقتصادي إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتفاقم أزمة الفقر فضلا عن عدم وجود مشاريع استراتيجية أسوة بالمحافظات الأخرى بالنسبة للبطالة 100% هذه المشاريع التلكة بالمشاريع اللي انتخبنا صار نقمة علينا ردناها رحمة صار نقمة علينا تروح لها تقول لي أبسط شيء وفرنا أقل خدمة خطوة تصعيدية اتخذتها حكومة الديوانية بالتحضير لإعلان الإقليم تقول أنها جاءت بسبب السياسات المتخبطة للحكومة الاتحادية وبين البعد القانوني والسياسي لهذه الخطوة يتساءل البعض ما هي الجدوى من الدعوة لإقامة الإقليم في محافظة تفتقر إلى المقومات الاقتصادية من الديوانية ميثم الشباني الحرة